اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأنه منذ بروز القضية كنت اعتبرها قضية ولازلت اعتبرها قضية عادلة بين مواطنين مغربيين لا اقل ولا اكتر لكن المحاولات البائسة للأسف لمن يدعون انهم يتبنون قيام وببادئ حقوق الانسان وحاشا ان يكون المناضل يساهم في المس بكرامة شخص ومس بحياته الخاصة وتسري معلوماته شخصية الى ما ذلك من مجموعة من التجاوزات الحقوقية للأسف صدرت عن من يسمون انفسهم حقوقيين وحقوقيات او كما اسمهم انا اباطرة النضال او العشيرة الحقوقية فمنذ البداية كانوا هاد الاشخاص حريصين على ابتزازي بشتى طرق واستفزازي وربما لغرض التراجع او تنازل عن القضية والاستسلام وهو ما لم يكن ولن يكون فهذه التجاوزات وهذه الانتهاكات حاولوا انهم يروجوا لها عن طريق منابر اعلامية عن طريق منظمات لما المفروض منها انها تتبع الحياد في قضية مثل هذه وكذلك تم تسريب يعني مجموعة من معطية شخصية دي من قبيل الصور انا لست بشخصية عامة انا ان كنت ارفض ان اظهر بوجهي وباسمي وبمعطية الخاصة في امام الملاء فهذا حقي لي انه انا لست بشخصية عامة وكنت ارفض منذ بداية القضية انني نتكلم امام الصحفة وانني نتكلم امام الملاء لانها قضية لا تستدعي كل هذه الدجة انما من يحاول يعني الاستمرار في اخذ يعني استراتيجية معينة لهي تقول انه ملف مفبراك وانها قضية سياسية وانما الشخص يحاكم على يعني اقلامه الحرة ولا قلامه الحرة ولا ما نعرف شده فيعني هؤلاء هم من يحاولون ان تسيط القضية على عكس انا كنت احترم المسطرة واحترم القضية منذ البداية فحجم الاستفزازات اللي تعرضت لها خلال جلسات المحاكمة يعني استفزازات اللي حتش واحد ما غادي يعني تقبلها وما غاديش يعني يعني تدوز يعني مرور الكرام ونهي كعلى المعلومات الشخصية اللي تم تسريبها بدءا من زوجة المتهم اللي كانت تحاول ان تشفي غاليلها عن طريق يعني مجموعة من يعني التدوينات والندوات الصحفية وتذكر ذكرات مزاف ديال الاشياء اللي هي تتعتبر اشياء خاصة جدا كتدخل في النطق الحياة الخاصة هي قلتها امام الملأ وهذا ان كان يدل فيدل الى يعني مستواها وتفكيرها وطريقة يعني تسير هالاشياء اما انا فكنت حريص منذ البداية لانني ألأمس بكرامة المتهم لانه في نهاية المطاف هو انسان كأنا يعني لنا واجبات ولنا حقوق لا انا ولا هو فا يعني قيامي ومبادئي ما كتسمح لياش انني انتهكم عليه ونمس بالكارماديرو رغم انه هو المتهم في الميلف في ما يتعلق كين يعني مجموعة منهم قتل اللي سجلتها فيما قبل هو في ما يتعلق بتسجيل صوتي تسجيل صوتي هو تيقول انه هو تسجيل صوتي ليس حقيقيا ومبتور يعني يجب لي تسجيل اصلي وانا ذاك فانا ساقبله بانا ننذر تسجيل صوتي والحقيقة هو انه تسجيل صوتي كامل فهو تيقول كيفاش ان هاد الشخص يعني حتى هنا مورسة علي حتى الوصاية اثناء الجلسات المحاكمة فانت كيفاش تدير عادي وما تبديرش عادي قضية تسجيل صوتي هو تسجيل تيقول علاش سيتي سجني وانا جاي عندو عرفين كين ذاك الصمت والاصح انه مسجلش المتهم توصل عندي عد بدأت تسجيل وبدأت تسجيل في الحوار الذي در بيننا كين واحد الاستراتيجية حاليا اتخذتها هاد الجهات اللي هي تتساند المتهم هي كلمة حبيبي وهو صراحة ما يضحكوني يعني كلمة حبيبي تم استغلالها على انها هو الشخص الذي تعرضي للتحرش الجنسي من طرفي فانا قلت انه ممكن على سبيل المثال في احدى التدوينات اللي اكتبت انه نعتقل جميع المغاربة نظرا لانهم يستعملون كلمة حبيبي فكين الناس تستعمل خالي حبيبي كين في نبو حبيبي يعني في الحوارات اليومية دي المغاربة هاد الكلمة ولكن هنا في ان كينا نخلى كيف تم قلوب داريجة وانا تم استعمل من طرف شخص دم ويولات جنسية مختلفة فهذا بحدداته اعتبروا انه شي حاجة ليكستخدرنا لانه شخص دم ويولات جنسية مختلفة استعملت الكلمة فهو تحرش جنسي يعني النقطة اخرى التي تتعلق بالقضية والتي هي زوجة المتهم والتي هي لو لاها لما كنت امامكم اليوم ولما كانت للقضية اساسا وجود انها كانت في وقت ماضى احدى الصديقات الغير مقربات طبعا كانت تتجمعنا صداقة صداقة عمل صداقة يعني كنا تنمشيوا اللقاءات ديال حزب طالعة انا داك ويعني لقاءات حقوقية وهذا ما لا يعرفه الجميع واستغلوا كذلك هاد الاشخاص المناصري للمتهم للترويج والتهكم على انني شخص مناضل واعتبروا ان نضالي ونضال يعني كلمات يتم استعمالها ما انقدرش نستعملها بمجرد انني شخص لا انتمي الى المجتمع المغير وانتمي لمجتمع مختلف فللأسف يعني بزاف ديال المعلومات تم ترويج لها يعني لا اساس لها من الصحة من قبيل انه في الاول كانوا تقولوا ان هاد الشخص لا وجود له وهو شخصية وهمية وهو حساب فيسبوكي وهمي من بعد بان ادم كشخص لوحي بلحمه ودمه وقالوا انها يعني قضية ملفقة وان الشخص يسعى الى اللجوء الانساني عن طريق هذه الدجوال الحقيقة انه كان لي خروج قبل اه هذه معلومة قلتها في المحكمة اثناء مواجهتي بهذه الدعاءة الفارغة وانه كان في سنة 2019 كان عندي خروج من المغرب كان عندي يعني اه لقاء عمل في الدنمارك كنت يعني لو كان ممكن يعني انني اطمحوا الى اللجوء ما الى ذلك فكان ممكن استغلاء على الجهة كاملة وعلى العذاب النفسي والازمات النفسية التي تنمر منها ونحط اللجوء ديالي ممرضنا ما عنده فس كيف تنقول ومع علاقة هذه هذه الدعاءات كانت تتقال في اثناء مرحلة تحقيق اثناء مرحلة المحكمات والجلسات فهي مجموعة من الله لكن اللي ضرني كتر هو انه كان هناك اشخاص اللي يعرفون اني معرفة حقا ويعرفون انني كنت احضر لدوات للجمعية المغربية لحقوق الانسان وكنت احضر لانشطة لجمعيات مختلفة ومؤسس مساهم في تأسيس مجموعة من المنظمة الحقوقية ولكن هاد الناس يحاولون جعلي شخص ناكرة منذ بداية القضية ولكن للأسف هذا ما لم يفلح فيه هاد الاشخاص وعلى اليوم كيف قلت لكم اضطررت الى الخروج الى الاعلام لتنوير الرأي العام مدام هم اختاروا انها تولي قديد رأي العام فيجب ان تنوير رأي العام في مجموعة من المغالطات الجمعية صراحة قدمت لي مساعدة كبيرة كانت في المرافقة النفسية ديالي وكانت حتى مستدق الله حتى التصليبية وكانت تقول لي حسبني كصديقة وليس كرئيسة جمعية مستدق ذهراش كذلك كان كتصليبية حسبني كصديق أخ كبير الأب الروحي ديالك فهذا بحددته هو الدعم اللي كنت كان قلب عليه هو اللي مرقيتش في الناس اللي كيددعيوا حقوق الانسان الناس اللي كانوا كيقولوا أننا ندافع عن حقوق الانسان وهم لا يؤمنون بحقوق الانسان حينت هذ الاشخاص بالضبط تعرضت من طرفهم يعني شتى أنواع الخروقات الإنسانية قبل أن تكون الحقوقية فقط لأنني شخص دويت على حقي ووليت شخص مفتري على شخص آخر وليت شخص اللي بيع الماتش يعني بين قوسين وليت شخص اللي هو آدات تستعمل في قضية سياسية وغيرها من الديعات قلت أنه من بين القضايا أو من بين العوامل اللي ما خلتنيش نتكلم على القضية منذ سنتين لأنني شخص مختلف أنا شخص مختلف أنا من مجتمع من الناس اللي هما مضطهدين بشكل أو بآخر داخل المجتمع أنا مشيغل في مجتمع مغربي يعني في مجتمعات تقريباً العربية وحتى الأوروبية اللي قاع فيتنا في هذا الجانب هذا وكانت من بين الأسباب لديل أنه الصمت ديالي لمدة سنتين وأنني شخص سأتلقى لكماد وسأتلقى هذا الشهادة اللي هدا تندز منه كنت أعرف مسبقاً أنني سأمر منه لأنه هذي الناس هذو اللي تستغلوا القضية بهذه الطريقة كيف تنقوله تشدكم أنه واحد النقطة حساسة اللي بنسبة لك أنت حساسة لكن للأسف هذه النقطة هذه بنسبة لي أنا مشي حساسة لأنني شخص مواطن عندي حقوق عندي واجبات تنتعامل بنفس الشكل يتعامل به شخص اللي هو مغير يعني لا فرق بيننا وخصتكم بناتنا المساواة في الحقوق وفي الواجبات وفي الانتصاف أمام القضاء وأمام العدالة هذا هو القصد ديالي بأننا أشخاص مختلفون لأنه الأشخاص المختلفين تيكلوا الضق الأقليات بصفة عامة تيكلوا الضق إلا تتكلموا على القضايا التي تتعلق بهم وما إلا تهضمت الحقوق ديالهم وتتكلموا عليها تيكلوا الضق شئ نأم أبين ولكن للأسف النتيجة أو الهدف اللي بغا يوصلوا لموصلوا شيء لأن هذه النقطة بالضبط لا تشكلوا لي أي شيء يعني شي حاجي اللي غا نحشم منه لأنني أنا كائن أنا كائن كأيها كائن لحياة خاصة كما للباقي حياة خاصة موسيقى 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 موسيقى